اشتركوا في القناة وبحث الوزيران مسار العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تطوير التعاون والتكامل بين البلدين في اطار الاهداف السامية لمجلس التنسيق السعودي البحريني والمصالح والتطلعات المشتركة كما تم تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الاوضاع الاقليمية الراهنة والحرب في قطاع غزة والجهود الاقليمية والدولية الرامية الى الوقف الفوري لاطلاق النار وحماية المدنيين وايصال المساعدات الانسانية للسكان المدنيين ودعم جهود احلال السلم والامن والاستقرار الاقليمية وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لانحقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر ادراجها على جدول اعمال اجتماعي اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية لما مشأنه تحقيق اهداف العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الامة العربية